عزيزي طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي سوف ننتقي مجددا مع الفصل الحايد العشر وهو شعب مصر والعدوان السلاسي طبعا وضع طبيعي قبل ما نبدأ نشوف الفصل ان جمال عبدالناصر لما بدأ يعمل صناعات سقيلة طبعا ده ما عجبش دول الغرب فعملوا عدوان سلاسي على مصر وده اللي هنشوفه في السلايد التانية بيقول لنا كان التأميم مصر لشركة قناة السويس اثر كبير على المصريين حيث فرحوا فرحا شديدا وارتاحت قلوبه اما على الاوروبيين حزنوا حزنا شديدا وغضبت قلوبه ولجل الاستعمار الى منطق الحديد والنار لعايدة قناة السويس هي بسلاس دول هي بريطانيا وفرنسا واسرائيل تغزوا مصر ليردوا القناة اليهم ولكن المصريين واجهوهم وانتصروا عليهم زي ما احنا شايفين كده النقطة الاسسية اللي هي سبب الادوان السويس هي تأميم شركة قناة السويس طبعا المصريين فرحوا جدا بالقرار ده اما الاوروبيين حزنوا جدا وبدأوا يلجاوا لمنطق الحديد والنار قصده منطق الحروب يعني وغار واغارة تلت دول على مصر وهي بريطانيا وفرنسا واسرائيل نماذج من بطولات المصريين الشويش محمد امر جنوده بعدم كراءة المنشورات اليهودية ونشر فيهم روح السبات والشجاعة اشعل النار في سيارتين من سيارات العدو ولم يخصد جنديا واحدا بينما بلغت خسائر اليهود اسنة عشرة مصفحة ومئتي قطية زي ما احنا شايفين في الفصلة وبيعرض انها نمازج من بطولات المصريين في هذا العدوان واول بطولة كانت للشويش محمد وطبعا من الكلام اللي مكتوب كانت بطولته نحية سينة نحية سينة ضد اسرائيل البطولة التانية كانت لفتيات مكتب البرق رفض تسليم مكتب البريد للانجليز واطلقنا الرصاص دفاعا عن المكتب حينما نجع الاعداء الى الحيلة رفع راية البيضاء على المكتب ليهموا رجال المقاومة ان فتيات مكتب البرق قد استسلمنا ادركت احدهن انها خدعة من الانجليز فنبهت زميلتها فعدنا يهاجمنا العدو طبعا من البطولة التانية يباين ان اصحابها فتيات وكانت البطولة دي بور سعيد وطبعا حاولوا جنود الاحتلال يلجأوا للحيلة ومعنى ان عدوك يلجأ للحيلة يعني هو وش قادر عليك لكن طبعا الفتيات ايقانوا الحيلة وبدأوا ينبهوا زميلهم زميل المقاومة ان هما مستسلموش البطولة الثالثة الضابطين البحريين جلال الدسوء وعلي صالح جلال الدسوء سدت تربيدا نحو اقوى سفل للعدو فاشتعلت فيها النيران وغاصت في الماء اما علي صالح سدت تربيدا نحو مدمرة من مدمرات العدو جعلها طواص في الماء ويبين من البطولة التالثة ان البطولة دي عسكرية الضابطين من الدباط البحرية البطولة الرابعة للطالب اسمه جواد حسني تسلل منفردا من بين أفراد كتيبته وأطلق النار على كتيبة فرنسية فسددت مدافعها نحوه ظل يطلق النار طوال الليلين يعني أغمى عليه من كسرة ما نذف من دمائه أثره الفرنسيين لكنه رفض الإدلاع بأي معلومات رغم تعذيبه فقتله الأعداد ننتقل لاسئلة وإجابة على الفصل في السلايد الثالثة سين واحد ماذا يعني تأميم قناة السويس ومفائدته أي أن تكون القناة ملكا للأمة المصرية لا للأجانب وبذلك يستفيد المصريون من دخل قناة السويس في صورتهم الإصلاحية طبعا معنى تأميم قناة السويس إن قناة السويس كانت مجرى ملاحي عالمي لأ إحنا قلنا دي بتاعتنا وعلى أرضنا ونستفيد من خيرها لينا لأن طبعا بعيد عن السؤال لما جمال عبد الناصر حبق ابني السد العالي طبعا دي هو الأوروبا زلته عشان تديله فلوس يبني فقال لك حاجتنا احنا أولى بها سين اتنين ما أثر تأميم قناة السويس في مصر وأوروبا في مصر عمت الفرحة أرجاء البلاد وفي أوروبا خيم الحزن وغابة اللي بتسامها واجتمع رجال السياسة التفكير والتأمر على مصر لعادت قناة السويس إليهم كما كانت وانتهوا إلى أعلان أدوان السويسي على مصر السؤال التالت ما الدول المعتادية على مصر في الأدوان السويسي وما موقف الشعب من هذا الأدوان؟ الدول المعتادية هي إسرائيل وفرنسا وبريطانيا وخرج أبناء مصر صغارا وقبارا رجالا ونساء استقبلون المعتدين بمنادقهم ومدافعهم الرشاشة وإذا جنود الدول العظمى تلقي مصرها بيد الشعب المتحمس لشرفه وكرمته وانتصر الشعب المصري بعزيمته وإيمانه والسبب في الانتصار هو سر البقاء والكلود ننتقل للسلايد الرابع والسؤال الرابع تحدث عن بطولة الشويش محمد في الأدوان السلاسي عندما بدأ الأدوان السلاسي كان الشويش محمد في أجازة بين أهله في السعيد فقطع الأجازة وذهب إلى موقعه في القصيمة وألقى بملابسه وارتدى ملابس الميدان وأصدر أوامره إلى الجنود بعد مقراءة منشورات العدو التي تدوم للتسليم واشتبك مع قوات العدو عند التب 183 وكانت خسائر العدو 12 عربة مصفحة و200 قتيل ولم يحصل فردا واحدا وإنما علم قائد الجيش ببطولته تم ترقيته إلى ردة ملازم أول سين خمسة تحدث عن بطولات فتيات مكتب البرك والبريد في برسعيد أراد الإنجليز الاستيلاع على مكتب البرك القطع خطوط الاتصال بين القاهرة وبرسعيد وفوجيه بأربع فتاهات ودافعنا عن هذا المكتب ببنافعهن الرشاشة وأقبل شباب المقاومة يساعدوهن ولجع الإنجليز إلى المقر فرفعوا الراية البيضاء على المكتب ليغهموا رجال المقاومة بأن فتاهات استسلمنا وتنبهت إحدى الفتاهات لذلك وبدأنا في إطلاق النار معدى رجال المقاومة لإطلاق النيران على العدو ننتقل لسلايد الخمسة والسؤال السادس تحدث عن بطولة الضابطين البحريين جلال الدسوق وعلي صالح خرج جلال الدسوق بزورقوة حتى وصل إلى صفن العدو المحتشدة أمام بحيرة البرولوس واختار ترادة فرنسية وسدد نحوها تربيدا فضمرها وتصد زميل علي صالح لمدمرة أخرى فأغرقها وفي طريق العودة هجم عليهم سرب من طائرات العدو ورفضت ضابطان الفرار أو القفز في الماء واشتبك مع الطائرات حتى استشهلا سن سبعة تحدث عن بطولة جواد حسني جواد حسني طالب في كلية الحقوق التحق بالفدائيين وتسلم من كتبته واتخذ موقعا يشرف على كتيبة فرنسية وأخذ يطلق عليها النار حتى ظن الفرنسيون أنهم أمام فرقة كاملة من الفدائيين وحاصروا مكان الضرب وصعقه عندما وجدوا فرضا واحدا فأصروه وعذبوه ليبوح لهم بأسماء رجال المقام ومكانهم لكنه رفض وكتب قصته بالدم الذي يسين من جروحه على جدران السجن لتعرف كل الأجيال قصته ما السر الذي ثرى في دماء هؤلاء الأبطال هو سر البقاء والخلود سن تسعة سأضرب مصر بلا هوادة أو شفك حتى تقع زليلة وتقلع عن كبريعيها من قائل عبارة هلتحقك لو ذلك قائل عبارة كاتلي وهو قائد القوات البريطانية الفرنسية الإسرائيلية في الأدوان السلاسي على مصر وفشل في تحقيق ما قاله ورجع زليلا بعد أن واجه رجال أصلب من الحديد والفلواز واتطر قتل إلى الانسحاب ويعود من حي سوقته السلايد الأخيرة وهي تدريبات الواجب المنزلي أجب عن الأسئلة الآتية ما النتاج المترتبة على تأمين قناة السويس ما الدول التي غزت مصر عام ستة وخمسين قام الانجيز بخد على استلاع مكتب البركب والسعيد اذكرها من كتلي وبما توعد المصريين وهلتحقك لو ما أرادوا لماذا انتصر شعب مصر على الودوان السلاسي وبذلك نكون قد انتهينا من عرض الفصل الحادي اشتركوا في القناة